اشتركوا في القناة على المناطق الداخلية خاصة بالمناطق الغربية والهضاب العليا الغربية بالبيض وحتى عين سفر تصل إلى درجتان تحت السفر نفس المقياس تقريبا على الجلفة وعين وسارة وحتى على تبسة أو على باتنا وقسنطين درجة تحت السفر لكل من سطيف وبوسعد أربع درجات ستخص المناطق الساحلية الوسطى بالجزائر العاصمة بومردس وتيبازا ست درجات لكل من وهران عين تموشان الترمسان وحتى على سكيك داعنابا والقال 12 درجة على مقياس ليلي سيكون على إليزي وإنميناس درجتان فقط انخفاض محسوس على وسط الصحراء بأدرار عين صالح وتيب من أربع درجات على شمال الصحراء غردايا المنيعة والأغواد وحتى على منطقة الواحد درجات تحت السفر على بشار وخمس درجات على تندو فيما سنرتقب 8 درجات على عين جزام وبرج باجين اختار كان هذا بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا أما عن توقعاتنا لأحوال الطقس المرتقبة لصبيحة يوم غد فبعد الصفاء ها هي الاضطرابات الجوية تشتاح كامل المناطق الساحلية والداخلية تقريبا وحتى منطقة السورة شمال الصحراء أيضا تكون عبارة عن سحب كثيفة ركامية وحملة بكمية هائلة من الأمطار تستثني فقط المناطق الشرقية القصوى بسكيكدا عن نبا وحتى على تبسة وخنشلة سجلنا أيضا تساقط بعض الثلوج على المناطق والمرتفعات التي يزيد علوها على الألف ومائة متر أجواء مش مسا لباقي المناطق أما عن توقعاتنا لدرجات الحرارة القصوى المرافقة لهذه الأجواء فستعرف هي الأخرى تراجعا محسوسا على المناطق الداخلية لتصل إلى 6 درجات على ستيف برج بوري ريج وبسعدة و14 على العاصمة 13 على وهران وحتى على بشار شلف سديب العبا 6 درجات على الجلفة 4 درجات على البيض لدينا 10 درجات على مرتفعات الأوراة بباتنا وقسنطينا 13 على كل من خنشلة تبسة وقلمة 18 على كل من عنابة تبقى معتدلة ولطيفة عموما على ستيكدا أيضا وطارف 18 على منطقة الواحات لتشمل كل من الوادي حاسم سعود وتقرد تمتد حتى بسكرة 19 على وسط الصحراء 18 على غربها 28 درجة على شرقها فيما سنرتقى بـ 25 درجة على أقصها كان هذا بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى رصدنا لكم في نشرتنا أيضا أحوال الملاحة والصيد البحري وعاني البحر إذن فبالنسبة للبحر سيكون شديد الابتراب يكون هذا بفعل الرياح ستأتينا وبإذن الله هذه المرة الشمالية غربية بالنسبة لشواطئ بنصاف وهران ووصلا حتى شواطئ شرشان فيما ستكون رياح شمالية شرقية بالنسبة لشواطئ الجزائر العاصمة بجاية عنابة والقالة سرعة الرياح ستتجاوز 50 كيلومتر بالساعة ما يستوجب الحذر أما الآن نختم نشرتنا وكما جارت العادة بمواقيت الشروق والغروب لمدينة الجزائر العاصمة وضواحية إذن الشروق سيكون بتمام الساعة الثامنة ودقيقة واحدة أما الغروب فمن المرتقب أن يكون بتمام دقيقة السابعة والأربعين بعد الخامسة كل هذا بإذن الله إلى هنا نكون قد طوينا أوراق نشرتنا الجوية لمسألي واشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمن الله اشتركوا في القناة